نستمرين لنحافظ على صحة مشاهدينها مثل ما بلشنا بفقارتنا الصحية لليوم واليوم رح نحكي عن صحة الوطن من خلال الاستيطان يلي دايما بيحاول يبعد شوي من المناطق الفلسطينية عن بعضها مخططات إسرائيلية بدأت من زمان وهي مستمرة لحد الآن لعزل القدس عن الضفة الغربية أكيد بسينا اليوم نحكي عن هذا الموضوع يعني من بداية العام لهلا تم الإعلان عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس مخططات إسرائيلية من قبل عشر سنوات لعزل القدس اليوم بسعدنا يكون الحديث أكثر عن هذا الموضوع وضعنا في صورة الأخيرة لما يجري بالقدس بسعدنا يكون معنا من داخل الستوديو السيد إسماعيل الخطيب رئيس اللجنة رئيس لجنة مقاومة الجدار والاستيطان من داخل القدس الله صبحك بالخير صبح النور يعني أنا أتمنى أن يجدوا علاج لهذا السرطان الاستيطاني في مدينة القدس ويتم القضاء عليه طبعا هذا ما ينظر إلى الشعب الفلسطيني صحيح قبل الأمس كان هناك مسيرات خاصة في منطقة شعفات التي تحول الحاجز زمان كنا نقاوم من أجل إزالة الحاجز هل الحاجز ينبنى محله جدار تحكي لنا أكثر بالتحديد عن منطقة شعفات في البداية يعني طبعا قضية الجدار والاستيطان هي بالنهاية قضية احتلال نحن نقاوم احتلال بالنهاية لأننا بالنهاية اللي بهمنا زوال الاحتلال إذا زال الاحتلال زال الجدار والاستيطان وكل هذه الحيثيات اللي بيقوم فيها من الممارسات الاحتلال في مدينة القدس طبعا من تقريبا ثلاث سنوات أربع سنوات هناك مخطط من أجل عزل اللي هو أحياء كثيرة في مدينة القدس وهذا المخطط طبعا عزل اللي هو مخيم شعفات مخيم شعفات طبعا هو القريب على مدينة القدس أهالي مخيم شعفات بيحمل هاوية الزرقاء تعداد مخيم شعفات سبعين ألف نسمة مخيم شعفات هناك في ضواحل مخيم شعفات رأس الشحادة ورأس خميس وضحية الأوقاف طبعا هذه الأحياء أيضا تم عزلها هذا مخطط إسرائيلي طبعا بالاتفاق مع حكومة اليمين المتطرف اللي هو ليبرمن ونتنياهو طبعا مع نير بركات الكذاب طبعا أنا بدعو بالكذاب نير بركات رئيس بلدة الاحتلال طبعا وضعوا هذا المخطط من أجل عزل هذا الكم الهائل من السكان الذي يبلغ تعداد تقريبا سبعين ألف نسمة خلف جدار عنصري طبعا وهم يعني بالأساس هم العنصريين طبعا اليوم استكملوا جدار الفصل العنصر على مخيم شعفات نعم نحن يعني ننطلق في حملاتنا من مخيم شعفات لأنه هو البوابة الشرقية لميدينة القدس هذا يعني أنه حاملين الهوية الزرقاء في حواجز لحتمنعهم من دخول القدس مع بناء هذا الجدار يعني اليوم فيه هناك دخول فيه هناك معبر تم بناء معبر آه من خلال هذا الحاجز بتم الدخول ولكن بأي لحظة الاحتلال طبعا هو احتلال بأي لحظة نحن متوقعين أنه تم إغلاق هذا المعبر طبعا بتم إحنا عزنا كان هناك مخطط عام 2012 من أجل تسليم مخيم شعفات للإدارة المدنية طبعا الإدارة المدينة معروفة هي إدارة عسكرية سيكون هناك ازدياد بالقتل في هذه المنطقة وهدم البيوت طبعا إحنا اعترضنا على هذا المخطط كمقدسيين في مخيم شعفات سوينا أكثر من مسيرة في المخيم في باب العمود تحكينا أكثر عن تحركاتكم بإتجاه يعني اللي هي ضد هذا المخططات الإسرائيلية بالأخص في بناء الحاجز الأخير نعم يعني منذ بداية اللي هو إنشاء الحاجز وبداية اللي هو إنشاء الجدار الفصل العنصر على مخيم شعفات قمنا في أكثر من مسيرة واحتجاج طبعا وكان هناك متضامنين من مدينة القدس ومتضامنين الأجانب في مخيم شعفات من أجل التعبير عن موقفنا كفلسطينيين ورفضنا لهذا المخطط طبعا هذا المخطط اللي رح يضرف أطفالنا ونسائنا وأولادنا ووضعنا الاقتصادي الآن يعني حقيقة يعني لا يكفي يعني قد نكون صرحين لا يكفي أن يكون هناك فقط مسيرات ومؤتمرات يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني واضح من هذه الموضوع نعلم أن هناك موقف فلسطيني واضح ولكن نريد تعزيز صمود المقدسيين في هذه المنطقة هل هناك إجراءات فعلا حقيقية مثل مثلا رفع دعاوي وشكاوي للقضاء وتحويلها للقضاء خاصة بعد حصولنا على دولة مراقبة يعني إحنا كلجنة مقامة جدار الاستيطان في القدس أعلننا في أحد المؤتمرات في مدينة رحم الله من أمام ضريح الشهيد أبو عمار أن يكون هناك رفع دعوة وتم التنصيق لا الأسف الشديد يعني أنا بحكيها من خلال شاشة الفلسطينية أن هذا بحاجة لأموال كثيرة وخاصة يعني في المحاكمة الإسرائيلية أن يكون غريمك يعني والقاضي هم يعني الغرماء للشعب الفلسطيني بس بالمقابل فيه هناك يعني سيطرة على الأرض يعني يعني فيش ثمن يعني حتى لو كانت نحن نعلم بهذا يعني بتأكيد يعني أنا بقول أنه هذا جدا مهم يعني فيه خطوة أولى راح تتاخذ بحكم نعم نعم الأيام القادمة سيكون هناك رفع دعوة أمام المحاكمة الإسرائيلية طبعا إحنا جهزنا ورتبنا الأمور ولكن هذا بحاجة لوقت لأنه بحاجة لدراسة هناك عندنا ناس يعني متخصصين في العلوم الدولية السياسية هناك طاقم محاميين اليوم بيجهز هذه المادة من أجل الدخول على المحاكمة الإسرائيلية بقوة طبعا وإحنا اخترنا منطقة مخيم شافاط لأن منطقة مخيم شافاط الرأس خميس وضوحي بدفعوا الأرنونة وبدفعوا الضريبة وبدفعوا كل هذه طبعا للاحتلال وإحنا طبعا كمخيم شافاط المخيم الوحيد في منطقة القدس نحمل الهويات الزرقاء بدأ أسألك كمان عن مخطط ما يسموه الاحتلال الإسرائيلي بمخطط A1 تم العمل عليه من قبل عشر سنين تم الإعلان عنه بفترة قصيرة وهو عزل القدس كليا عن الضفة الغربية نعم يعني أيوان هو مخطط تم وضعه تقريبا من عشر سنوات 2012 حكومة الاحتلال اللي هو نيتنياهو بالتعاون مع بلدة الاحتلال طبعا وضعوا هذا المخطط وهيكلية لهذا المخطط طبعا بعد الاعتراف الدولي بفلسطين كمراقب تم تصعيد الاستطان في مدينة القدس وتم الإعلان عن هذا المخطط ببناء أكثر من 3600 وحدة استطانية في هذه المنطقة هذه المنطقة التي تقع بين مدينة القدس وحتى تصل أراضيها للبحر الميت هذه المنطقة سيتم فيها بناء أكثر من 4000 وحدة استطانية من أجل عزل مدينة القدس عن الضفة الغربية طبعا هذا مخطط إسرائيلي من أجل استكمال الطوق الأمني الاستطاني على مدينة القدس وعزلها طبعا هذه هي السيطرة الإسرائيلية حتى يفرضوا بأي حل في المستقبل أن القدس تكون خارج أي معادلة سياسية طبعا هذا نحن كفلسطينيين في مدينة القدس أكدنا على أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية القدس لن نتخلى عنها نحن موجودين في مدينة القدس طبعا اليوم منحارب كفلسطينيين معزولين للأسف الشديد منحارب كل هذه المخططات بدون إمكانيات وإمكانيات محدودة في مدينة القدس إحنا رح نتابع الحديث أكيد عن الجدار والإستطان في مدينة القدس سنكون مع تقرير مع الزميل سار العدر وراجعين ما أن تنتهي حكومة الاحتلال من المصادقة على قرار بناء وحدات استطانية جديدة في المدينة المقدسة إلا وتطرح قرار جديد يخص الاستطان لمناقشته والمصادقة عليه ففي تقرير صادر عن حركة السلام الآن الإسرائيلية أظهر فيه أن البناء الاستطاني الإسرائيلي في القدس المحتلة في ارتفاع مستمر وتبين من التقرير أن حكومة الاحتلال قامت ببناء 300 وحدة سكنية في البؤر الاستطانية وبناء 1700 وحدة أخرى في المستوطنات المقامة على الأراضي المواطنين في القدس آخر هذه القرارات صدرت في نهاية العام الماضي عن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة يقضي بالمباشرة في تنفيذ مشروع حدائق الملك في حي البستان الواقع في قلب سلوان في القدس المحتلة تحت مسمى تطوير البنية التحتية للمنطقة وإقامة متنزه قومي يحمل اسم حديقة الملك سليمان يقضي المشروع الذي يرفضه الأهالي بهذه 22 منزلا فلسطينيا تدعي السلطات الإسرائيلية أنه أقيمت دون ترخيص ويذكر أن أكثر من 300 ألف مستوطن إسرائيلي يقيم في المستوطنات المقامة على الضفة الغربية وهو رقم في تزايد مستمر كما يقيم نحو 200 ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة وهو أيضا رقم في تزايد مستمر شكرا زمي لسارة العدرة أكيد ومنتابع معك أخي سماعيل نحن نحكي عن تثبيت الوجود الفلسطيني في الأراضي بالأخص الأراضي الموجود عليها شوي بناء المستوطنات ويقولون أنه سيكون بنا أكثر من ألفين وحدة استيطانية في المناطق المبادرات التي كانت منذ منكم أكيد هي بناء باب الكرامة وباب الشمس وأنت كنت جزء من هذه المبادرات تحكي لنا شوي أكثر عنها يعني طبيعي التقرير واضح يعني الكذب الإسرائيلي واضح في هذا التقرير من قضي موضوع الحضائق التوراطية طبعا وتجميل ملامح المدينة طبعا هذه هي أكذوبة بلدية الاحتلال وحكومة الاحتلال يعني بالنهاية ما يحصل في سلوان هو استيطان هدم البيوت بقر استيطانية بناء الجسور طبعا هدم القصور الإموية طبعا تغيير المعالم في هذه المنطقة حتى يعني تحت البحث عن ما يسمى الهيكل المزعوم في هذه المنطقة واستكماله له قلع الدهود كما هم يدعون هذا أكذيب طبعا إحنا كفلسطينيين أصبحنا اليوم ندرك ما يحصل في مدينة القدس طبعا نحن طورنا العمل الشعبي 2013 كان هناك في تطوير العمل الشعبي حقيقة يعني لا نكتفي اليوم بحمل يافطة أو اعتصام أو مسيرة يجب أن يكون هناك حراك شعبي بدون حراك شعبي حقيقة يعني لا نستطيع أن نرد على هذه المخططات طبعا مخططات طبعا ليست بشكل هيا طبعا يعني كل يوم هناك مخطط إسرائيلي على مدينة القدس طبعا هذا هو من أجل تشتيت العقل الفلسطيني والجهد الفلسطيني في مدينة القدس طبعا المقاومة الشعبية في الضفة الغربية ومدينة القدس تخذت قرار على أن يكون هناك في تغيير بأسطوب المقاومة الشعبية المقاومة الشعبية يجب تكون على الأرض طبعا وأيضا بمشاركة الأهالي كما يقول المثل الشعبي ما بحرث الأرض اللي عجولها يعني اليوم شمال غربي القدس مع قرية الكرامة خرجت كل بيت إكسا إلى هذه القرية ونحن ندعو كل الأهالي اللي لهم أرض ولما لهم مش أرض لأن هذه قضية احتلال ليست قضية شخصية يعني مع الاحتلال أن يخرجوا وأن يجلسوا في هذه الأرض ويمنعوا بمصادرة أكثر من ألفين ظنم لحساب الجدار الفصل العنصري أيضا في منطقة A1 هذه المنطقة الحساسة اللي راح تعزل الرأس عن الجسد الفلسطيني طبعا ورح تقسم اللي هو الدولة الفلسطينية القادمة إن شاء الله طبعا نحن من ناشد اللي تتكرر عملية قرية باب الشمس وستتكرر أيضا في داخل جدار الفصل العنصري وليست فقط خارج جدار الفصل العنصري سيكون هناك قرى إن شاء الله قادمة في مناطق لا رودي الإعلان عنها الآن لحساسية الموضوع في منطقة الكتس لأن نحن نعول اليوم على الشرع الفلسطيني يجب أن يكون هناك هبة شعبية لا نكتفي فقط في لجان 20 شخص أو 25 شخص يقفون على حاجز أو من خلال مسيرة إذن لا يكون هناك هبة جماهيرية واضحة في منطقة القدس أيضا بدعم اللي هو فلسطيني واضح لمدينة القدس تعزيز صمود المقدسيين والمواطنين أيضا موقف عربي واضح من هذا الموضوع أيضا موقف دولي لا نكتفي فقط من أمريكا وأوروبا استنكار هنا وهناك بخصوص الموضوع الاستطان يجب أن يكون هناك قرارات واضحة لأن الآتي رح يكون أعظم هذا بالتحديد كنت لأسألك عنه أنت مقدسي وأنت رئيس كمان لجنة المقاومة مقاومة الجدار والاستطان ودائما نعول على كلمة أنه نطلب من الناس المساعدة نطلب من قرار سياسي بشأن القدس ولكن الأيام الحديث عن أربع مخططات إسرائيلية من بداية السنة نحن لسا ما أنهناش الشهر إيش التخوف الحقيقي اللي عندكم وإيش المطالب فعلا الحقيقية وأنت مقدسي يعني في لك بيت وأرض بالقدس يعني أنا لاجئ فلسطيني أنا جزء يعني من مدينة القدس الآن نحن مخيم شافاط هو المخيم الوحيد في منطقة القدس طبعا هو يعني حقيقة خلينا نحكي إحنا بصراحة وعالهواء مدينة القدس مسيطرة عليها كليا اقتصاديا وسياسيا حتى وبشريا اليوم هم يتحكمون بحركتنا بالدخول والطلوع يتحكمون بحركتنا حتى إذا نزلنا على الأسواق من خلال الكامرات اليوم يتحكمون بلقمة العيش اليوم في مدينة القدس 65% تحت خط الفقر وهذه نسبة يعني لست بسيطة طبعا هذه المخططات إذا إحنا يعني تحدثنا عن الموقف الفلسطيني هذه هي العاصمة الفلسطينية إذن يجب أن يكون هناك دعم أكثر للعاصمة الفلسطينية من مناطق أخرى طبعا يجب أن يكون اهتمام أكثر نحن نعلم ما يحصل في العالم نحن نعلم ما تواجه القيادة الفلسطينية مضغطات بخصوص موضوع القدس وعدم التحدث عن موضوع القدس نعلم كل هذا نحن في هذا الموضوع ولكن شو اللي خلينا نحكي باللغة العامية طالب إيدينا كمقدسيين في مدينة القدس سنبقى نتعامل بهذا الخط نناشد نطالب من شان الله انقذوا مدينة القدس من شان الله انقذوا المسجد الأقصى هناك مخطط للمسجد الأقصى هناك هجمات يومية على المسجد الأقصى هناك اقتحامات يومية للمسجد الأقصى أولى القبليتين وثالثة الحرامين الشربين هذا الخطر الاستطان موجود الاستطان لم يوقف هناك مزيد من الاستطان سواء في بزقات زائب معالي أدومين في جبل أبو غنيم في غش عسيون في بطار عليت هناك يوميا في بناء استطان هذه أكذوبة تم توقف الاستطان اليوم الاحتلال مستمر في مخططاتها الاحتلال يعني بالنهاية لن نجد شيء نتفاوض مع الاحتلال يعني حابين نسأل في ختام فقارتنا بكرة رح يكون في انتخابات إسرائيلية ايش توقعتكم انتو كمكبصين رح يتم واش رح يؤثر هذا علينا خاصة انه هي القدس هي الورقة يعني دعاية اليمين المتطرفة هي مدينة القدس حقيقة يعني مدينة القدس طبعا كل المخططات من 2012 و2011 من أجل هذا اليوم من أجل غدا من أجل يوم الثلاثاء اللي هو الانتخابات الإسرائيلية ما يحصل في الضبفة الغربية من دعم حكومة الأمين المتطرف ونحن نشوف يعني يوم يوم قلع أشجار الزيتون والهجوم على الكنائس والمساجد والمواطنين وحرق السيارات والبيوت وكتابة الشعارات المعادية والهجوم على القرى والناس نيام طبعا هذا كله هو بدعم من حكومة اليمين المتطرف لأنهم وعدينهم أنه لن يكون هناك انسحاب من الضفة الغربية لن يكون هناك انسحاب من مدينة القدس هذا هو البرنامج اليمين المتطرف لن يكون هناك دولة فلسطينية طبعا كمان هذا تحدي للشرعية الدولية تحدي للدول التي اعترفت بفلسطين في هيئة الأمم طبعا تحدي لأمريكا تحدي لأوروبا اليوم الاحتلال يعمل ما يشاء غدا ستتوجه اليهود إلى سندوق الاقتراع طبعا هنا في الضفة الغربية يوجد أكثر من 600 ألف مستوطن هذو المستوطنين سيصوتون لصندوق اللي هو لبرمان ونتنياهو طبعا بالمقابل هناك من متطرفون كثيرون في دولة إسرائيل طبعا الخطر 2013 سيكون أخطر من 2012 لأنه ستأتي حكومة يمنية متطرفة أنت أقول لكم بالبكرة سيكون لكم وقفة أمام باب العمود ما الرسالة ستكون تحكمة؟ طبعا نحن كمقدسيين فقط نقف باب العمود من خلال اليافطات نحن لا نتدخل بالانتخابات الإسرائيلية حقيقة ولكن سنوجه البوصلة وسنطلب من أي حكومة قادمة أن تكون شريكة للسلام تؤمن بالانسحاب من الضفة الغربية ومدينة القدس وقف الاستطان وقف التهويد وقف طرد الفلسطيني خارج مدينة القدس طبعا وإزالة جدار الفصلة العنصري طبعا هذه نحن اللي نتأمل من الحكومة رغم أنها عنوان واضح من 2012 من سيأتي على الحكم؟ ازدياد الاستطان عزل مدينة القدس أنا أتخوف كمان حقيقة من تقسيم المسجد الأقصى لأن هناك كان مخطط 2012 ولكن مع كثرة المخططات طبعا هم يبدون مخطط على مخطط الوضع خطير جدا بحذر أنا العالم من ما يحصل في مدينة القدس مدينة القدس الآن مهمشة معزولة الفلسطيني يقتل في مدينة القدس حقيقة الفلسطيني يطرد من مدينة القدس تصادر أراضي تصادر بيوتها يتعرض لجميع كافة المملكات الإسرائيلية والإسرائيلية بدون موقف دولي وأوروبي واضح وعربي واضح حقيقة أكيد إسماعيل خطيب رئيس لجنة مقامة الجدار والاستطان شكرا لك والأؤلاء تكرتنا إياه في البرنامج شكرا لكم من بعد الفاصل من تبع ما تبقى من الله يصبحكم بالخير خليكم معنا شكرا لكم